أحبتنا بدنا نحكي اليوم عن مرض هو المرض قديم حديث ما يسمى أو ما يعرف اليوم بمرض جدري القرود يلي هو عبارة عن نسخة مكتورة من مرض الجدري يلي كليتنا إلى حد ما عنا معلومات عنه يأما سمعنين عنه يأما نصبنا في وقت كنا أطفال في عنا خمس نصائح جدا مهمة أتمنى على كل شخص توصله النصائح يحاول قدر الإمكان أنه يلتزم فيها ويرعينا هل قبل ما نحكي عن النصائح الخمسة بدنا نعرف طريقة انتقال هذا المرض لنعرف كيف بإمكاننا نحمي أنفسنا منه في أغلب الحالات المرضية المعروفة في الوقت الحالي تم انتقال المرض عن طريق الاتصال المباشر بين الشركاء الجنسيين أثناء ممارسة الجنس بالنهاية احنا في عنا شخصين شخص مصاب وشخص سليم عند الاتصال بين جلد الشخص السليم مع جلد الشخص المصاب تتم انتقال العدوى ومن هون نستنتج النصيحة الأولى أنه رحنا لازم ننتبه بشكل كبير على التغيرات الجلدي على أسامنا وعلى جلدنا وعلى أساد وجلد الشخص الثاني شريكنا الجنسي في حال لحظنا أي تغيرات جنسي أول شيء اللي لازم ننتبه علي أنه نمنع الاتصال ونجتني بالاتصال المباشر مع هذا الشخص ونقطة الثانية أو النصيحة الثانية اللي بدنا نحكي عنها أنه رح لازم نمنع أو نجتني بالاتصال مع الأشياء اللي بيستخدمها الشخص المريض مثل شو؟ مثل الملابس مثل الأدوات الجنسية مثل المناشف كمان النقطة الثالثة أو النصيحة الثالثة اللي بدنا نحكي عنها هي استخدام الكندوم يا تورا الكندوم بيحمينا من هذا المراب أو لا؟ هل رحنا شرحنا بشكل مختصر أنه الابتصال بتم عن طريق الآفات الجلدي الموجودة على الجسم والهي بشكل منبع العدو وبالتالي بشكل أساس أنه الكندوم ما رح يحمي بشكل مي بالمي من هذا المراب ولكن الكندوم بيحمينا بشكل كتير أو بيحمينا من شغل كتير مهمة أنه انتقال هذا المراب عن طريق الأعضاء التناسلي رح يسبب ألم شديد جدا في الأعضاء التناسلي سواء عن طريق القضيب أو فتحة الشرج وبالتالي استخدام الكندوم بيحمي من انتقال المراب عن طريق الأعضاء التناسلي وبالتالي بيحمينا بشكل كبير من أنه نعاني من هذا الألم وبالتالي أكيد نحن ننصح كل شخص باستخدام الكندوم النصيحة الرابعة يلي بدنا نحكي عنا والهي جدا مهمة انه في حال الشخص حس بعوارض عمي للمرض او ظن انه مصاب او تعرض للاصابة بهذا المرض وصار يعاني من ارتفاع درجة الحرارة من التعاب من ظهور اي تغيرات جلدي على الجسم مباشرة عليه انه يلتزم بالبروتوكول المتبع في حالة الرشح والجريب وكورونا ويتصل مباشرة بالرقم 1450 او يحكي مع الطبيب الطبيب يلي بيوصف له البراب يلي هو عبارة عن الدواء الواقع من مرض اله اي في او يتصل لطبيب جلدي النقطة الخامسة والمهمة جدا مخصوصة للمقطة او هالنصيحة بتهم اكتر الشي الاشخاص يلي عندهم اكتر من شريك جنسي في حالة عرض للاصابة نتمنى عليه مباشرة يطلع شركاءه الجنسيين عن الموضوع بحيث انه شركاءه ياخدوا الحذر وما يصيبوا ناس اخرين وبإمكانهم هني كمان يحصلوا على اللقاح الواقي من هذا المرض قبل ظهور العلاقة نجع من اكد الاشخاص اللي في عندهم اكتر من شريك جنسي يحاولوا قدر الامكان ينتبهوا على نفسهم ويرعوا هالنوقات الخامسة اللي حكينا عننا وشكرا لكم جميعا